أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي قبل ما أخش طبعا في المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا طبعا عندنا بطولة جديدة تضاف إلى دولاب بطولات النادي الأهلي سيدات تسلت الأهلي منذ قليل فازوا بكأس السوبر المصري على حساب هليوبلس بنتيجة كبيرة 92-62 في مباراة جبيرة جدا لسيدات تسلت الأهلي الفوز بكأس السوبر المصري ألف مبروك بطولة جديدة تضاف والنهاردة كمان في مباراة بالليل ما بين الأهلي والاتحاد في دور السوبر السلة والطائرة واليد مع كرة القضا الإنجازات طيبة جدا خلال السنوات الأخيرة لكن نبدأ بقى نشوف مع بعض المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا عشان نبدأ نتكلم على مباراة اليوم والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة قالت إيه والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا نبدأ تريند الأهلي من حساب الرسمي لقناة الأهلي واللي عمل ديزاين ممتاز جدا للاعبي النادي الأهلي وتصميم ممتاز في مباراة اليوم ما بين بيرامدز والأهل المباراة في الدورة المصر الممتاز في الجولة العشرة الساعة سبعة ونص على استاد الدفاع الجو هي مباراة بيرامدز بالتأكيد لكن النهاردة شايفين التصميم محمودة قهربة في خلفية محمد مجد أفشا عمر السلية بدر بنون السلطان وحسين الشحات وأيضا كمان طهر محمد طهر طيب نروح كمان للحساب الوطن سبورت على تويتر واللي كتبوا بيرامدز والأهلي صدام ناري بالدوري وبروف أخيرة قبل مونديال الأندية عنوان طبعا بيتكلم على مباراة بتشغل بال كل المتابعين عبر السوشيال ميديا هذه المباراة تنطلق الساعة سبعة ونص على استاد الدفاع الجو طيب نروح بقى للحساب الرسمي للأهرام مؤسسة الأهرام الحساب الرسمي لها على تويتر كتبوا جلسة مصرحة ومؤذرة بين لعبي الأهلي قبل مواجهة بيرامدز هما بيتكلموا على إطار أن النهاردة إحنا عندنا مباراة كبيرة قبل اتصفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية مهم جدا نسيب الانطباع الأخير للجماهير قبل ما نشارك في كأس العالم بيبقى انطباع جيد انبارح شفنا فوز الدحيل القطري على فريق أهل قطر في الكأس بسوداسية فالفريق دحيل داخل على كأس العالم وساب انطباع جيد لدى الجماهير ويكون عنده روح معنوية وضفعة قوية قبل مباراته مع الأهلي في كأس العالم للأندية نفس الأمر لعب النادي الأهلي النهاردة الاجتماعات والجلسات اللي تمت منذ الصباح الباكر حتى المغادرة إلى الاستاد اللي قد تتكلم على فكرة اللي احنا نازم نسيب انطباع جيد نازم نخلي جمهورنا يفضل في حالة انطباع ممتازة قبل السفر لكأس العالم عشان يكون فيه استعادات دا جيد وما يكونش فيه أي ضغوط نفسية قبل مبارات كأس العالم للأندية لان خلاص المبارات كأس العالم للأندية مع الدحيل يوم الخميس مش القادم اللي بعد القادم والفريق مسافر يوم الجمعة فبنتكلم في أيام قليلة محتاجين واحنا داخلين كاس عام عندنا روح معنوية طيبة جدا في المشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير طيب نروح مع بعض كمان للحساب الرسمي ليلا كورة على الفيسبوك واللي اتكلموا على التشكيل المتوقع لمبارات بيرامدز من وجهة نظرهم وتوقعاتهم ان هيكون محمد شريف هو اللي بيقود خط الهجوم لكن لو نستعرض مع بعض التشكيل من وجهة نظر الزملاء في يلا كورة محمد الشناوي في حراسة المرمى بالتكيد عائد بعد القرار بيقاف مباراة واحدة خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني زهير أيمن علم علول زهير أيصر اتنين مساكين أيمن أشرف وبدري بنون بيعود النهاردة في هذه المباراة اتنين وسط ارتكاس حمد فتح وقاليو ديانج على أساس ان لسه عمر السلية راجع من إصابة الكورونا فمحتاج يعني وقت على ما يجهز ويكون في التشكيل الأساسية أمامهم محمد مجد أفشا وفي الناحية اليمين حسين الشحات محمد شريف هو بنسبة كبيرة الكل بتوقع التشكيل في هذا الإطار لكن هنشوف من وجهة نظر بيتسو مسمياني هل ممكن يبدأ بوالتر بواليا هل ممكن يبدأ باتنين رأس حربة والتر بواليا ومحمد شريف هل ممكن يلعب بقهربة من البداية مع طاهر محمد ده طاهر ويكون في تبادل في المراكز طبعا الخط الخلفي تحديدا في استقرار عليه بنسبة 100% شناوي محمد هاني معلول أيمن أشرف وبدري بنون بعد الشفاء من نازلة البرد ويكون موجود النهاردة في التشكيلة الأساسية نتمنى كمان الدكة القوية لأن يخدوا بالكو أهم ما يميز الآله خلال الفترة الأخيرة رغم البداية بتبقى صعبة لكن بتقدر تنزل في الشوت التاني بتعمل شكل تاني خالص حتى معدل أهدافك في الشوت التاني متفوق بنسبة كبيرة معظم الأهداف بنسبة 90% بتبقى في الشوت التاني فده راجع للدقة القوية لخطة الجهاز الفني في التعزيلات اللي بتتم على التشكيل أثناء المباراة وبتقرى المطش كويس وبتقدر تختم المباراة بانتصار وسلاس نقاط وأيضا معدل تهديف عالي فلا تأمن مباراة الآلي إلا مع صافرة الحكم الآلي معودنا دايما على كده والسنة تحديدا نسبة التهديف ما بين الشوت الأول والتاني مختلفة تماما ولكم في مباراة المقاولون العرب عبرة عندما انتفض المارد الأحمر في الجزء الأخير من هذه المباراة وأحرى السلسية وقضية أفشا كانت عنوان هذه المباراة في اللحظات الأخيرة طيب نروح مع بعض كمان ونشوف باقي التفاصيل سبورت 360 مصرية ده الحساب الرسمي لها على تويتر نشروا تصرحات لأنتي تيتشا تيتش المدير الفني السابق لبرامدز النهاردة كان لديه تصرحات على هذه المباراة ومن وجهة نظره هو شايف أنها مباراة مثل الدربي مباراة صعبة للغاية شايف أن مباراة هم تحديدا لبرامدز لأن كان فيه توقعات كبيرة بأن الفريدة هيبدأ بداية جيدة عكس الموسم الماضي وده اللي أنا أقولته بالمناسبة في بداية الحلقة الضغوط كلها مش على الأهل الضغوط كلها على المنافس لأن المنافس صرف كتير وجاب لعيبة كتير وفي النهاية المحصلة حتى هذه اللحظة النتائج ليست على ما يرام مش الموسم الحالي منذ أن بدأت التجربة وهنا بيختلف ما بين النادي اللي عنده طموح وعنده جماهير وعنده شعبية وعنده نظام وسيستم معين ونادي بيحاول يكون قريب من نتائج النادي الأهلي هو بيقول كمان وهو كان مدارب بيرامدز في فترة سابقة البداية لم تكن جيدة بيرامدز فوت على نفسه فرصة البداية الجيدة عشان كده حط على نفسه ضغوط كبيرة جدا في هذه المباراة قال كمان المسلم الواضي كانت المنافسة ما بين بيرامدز والزمالك على مين يكون الوصيف للنادي الأهلي البطل المسابقة لكن قدر الزمالك يكون هو الوصيف في هذه المسابقة وبرامدز بيعد في الترتيب شايف إن السنة دي كمان محمد مجدي أفشا من أفضل لاعبي الدوري المصري في الموسم الحالي والهدف اللي أحرزه أفشا في مباراة الزمالك أو كما يطلقون عليها القضية كان بيقول لعب كبير ولو تأثير كبير جدا في هذه المباراة مع النادي الأهلي وهدف كان مميز جدا وبالتأكيد مباراة النهاردة هيكون فيها مقارنات ما بين أداء عدد من اللعيبة ولعيبة آخرين أفشا خلال هذا الموسم والموسم الماضي مع النادي الأهلي حقق ما لم يحققه عبدالله السعيد خلال 6-7 سنوات مع النادي الأهلي تحديدا في هذا المركز كفائز بدوري أبطال إفريقيا وكلاعب في التشكيلة الأساسية على الأطراف عندك محمود قهربا هداف عندك طاهر محمد طاهر هداف وفي المقابل عدد من اللعاب برامنز بيحاولوا يكونوا هدفين مع النادي الأهلي طيب في هذه اللحظات أخرج